موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيرة النبوية هي الرصيد التاريخي الذي لا ينضب للمسلمين وهي القرآن في عقائده وأحكامه وآدابه مرويا في صورة أحوال وأفعال وأقوال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يمكن لهذه السيرة بمن طوط عليه من ثراء في القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والفكرية أن تكون باعثا للإبداع والجمال والأخلاق في حياة المسلمين اليوم وهم يعيشون واحدة من أضعف مراحل تاريخهم في هذه الحلقة من مرنامج مقاصر محاول بيان أهمية السيرة النبوية ودورها في تقويم واقع المسلمين المعاصر أهلا بكم موسيقى موسيقى أهلا بكم الحديث عن هذا الموضوع يصعدون الترحيب بالدكتور نور محمد أمراء الباحث الإسلامي أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا مرحبا بكم بداية دكتور نحن بحاجة إلى تفكيك بعض المصالحات التي قد تكون ملتبسة على كثير من المسلمين وهي موضوع السيرة النبوية والسنة النبوية والحديث الشريف فما الفرق بين كل مصطلح وآخر والعلاقة بينهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصاحبه ومن ولا دعني أبدأ بتصوير كاريكاتري رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسخر من هؤلاء الذين يرمون أنفسهم على أرائكهم ويقولون حسبنا كتاب الله فما أحله الله أحللناه وما حرمه الله حرمناه السنة النبوية في الواقع هو إكمال للقرآن الكريم ما فصل فيه القرآن أوجزت فيها السنة وما أوجز فيها القرآن فصلتها السنة فالقرآن والسنة يكتملان لكن ما هي السنة الحديث لما نتحدث عن الحديث فهو الكل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وأوقاله مرة رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو أكثر لكن ما هو نمط حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما درج عليه الرسول ثم تبعه الصحابة والأمة فيما بعد ذلك هذه سميت فيما بعد السنة والسنة قبلها البدع السنة وليس السيرة هنا السنة نعم يعني إذا صورت لك أن الحديث إبارة صورة فوتوغرافية قديمة أسود أبيض فالسنة أعرفها لك كصورة من ثلاثة أبعاد أبعاد لكن السيرة ففلم ثلاثية أبعاد الحديث ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواية يتفنن فيه تسمع هذا المصطلح عند الفقهاء قديما أن فلان إمام للحديث وليس إماما للسنة وعيلان إمام للسنة وليس إماما للحديث إمام في السنة أêmes في السنة وليس في الحديث والإمام مالك إمام في السنة وفي الحديث يعني يجمع بين الأمرين طيب السنة بهذا المعنى يعني ما تواتر فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه ثم تبعه الصحابة ثم التابعين وتسمى هذا كثيرا أن فلانا يسأل عن أمر فيقال أن مجاهد كان يفعله أو لا يفعله من غير ما ينسب هذا إلى الحديث ولا إلى السنة مجرد فعل رجل من التابعين أو رجل من الصحابة أو أهل المدينة عامة فيعطى وجاه لأن هذا درج عليها السنة لكن السيرة والسنة فيما بعد لما يعرفها الناس يقولون ما أداني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله أو فعله أو أقره وخلقه وخلقته هذا عند المحدثين ثم تأتي عند الأصوليين أصوليين لا يعنيهم هذا أصوليين يعنيهم وضع الأحكام هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مبعح وهذا مندوب فعند ذلك يختفي عندهم معنى السنة أصوليين يضعون قواعد اشتقاق الأحكام عندهم يختفي قضية خلقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتبنى عليه حكم لكن عندما تأتي إلى السيرة السيرة تجتمع لك كل الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية والقولية والتقريرية وحركة الزمن وحركة البيئة والجو ومن موجود في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين والمنافقين في زمانه كله وعالمه كله في زمانه كله وحركة التاريخ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أحداث القرآن الكريم وتشمل جميع علوم الإسلامية هي مشتقات من السيرة وليس من السنة هذا الذي نحن ظلمنا أنفسنا يوم أن لم ندرك معذرة يعني هذه يجب أن نتوقف معها كيف يعني علوم الشريعة كلهم مستقات من السيرة وليس من السنة نحن لما ظلمنا أنفسنا سجلنا أنفسنا في ما سميناه نحن سنة وهي ليس في الواقع الأمر سنة فيما سميناه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضل ما تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنة رسوله سنة رسوله هي سيرة وليس السنة بمعنى الذي نحن درجنا عليه بمعنى نحن جمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سميناه كتب السنة وهي في الواقع كتب الفقه أو نحن دعك عن المحدثين المحدثين أرادوا بها كتب السنة لكن نحن عمليا أردنا بها كتب الفقه بوابناها تبويب الفقه ثم في مدارسنا التقليدية ندرسها أدلة على استخراج الأحكام الفقهية يعني دراسة توظيفية لما نريده عند ذلك خلطنا أنا جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم غاب عن الواجهة الرسول لما نأتي إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وندرسه كرسول ما هو موقعه من الأعراب عندنا نحن المسلمين هو المحور خصوصية الرسول الأصلي المحور أن كل شيء لابد يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم كمشرع لكننا نحن لما تركنا هذا البعد جئنا اصطنعنا لأنفسنا محاور فصار محور الرموز صاروا لنا محاور كيف يعني وضح مثلا في الباب الفقهي صار لنا أئمة أئمة الفقه فاتقذ كل منا إماما من أئمة الفقهي محورا ندور حوله اختفى هنا وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود سنته جئنا إلى كتب السنة نحاول نمسكها إلى ما يدور حول هذا الفلك الفقهي فصرت أنا صاحب مذهب وحضرتك صاحب مذهب وبدأنا نتناطح بس عفوا دكتور يعني الإمام هو يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليسطح كل مسلم أن يأخذ مباشرة عن النبي ربما فلذلك يعني ليس هناك إخفاء لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المسلمون يأخذون عن الإمام الشافعي لأنه استقر عندهم أنه أخذ عن النبي عليه الصلاة وإمام الشافعي كان صريحا لما قال إمام إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا الكلام تسمعه عند كل الأئمة لأنهم كانوا يخافون طب أين المشكلة؟ المشكلة أننا جئنا بعد ذلك نسينا الإمام الشافعي الذي هو رأسه ومحوره هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذناه هو المحوران طيب فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت المدرسة السنية الفقهية صار مدرسة سنية الحديثية صار مدرسة فقهية هنا كان لزاما علينا أن نعود إلى الأصل إلى السيرة السيرة ونحن الآن بدأنا نصل إلى هذه المرحلة هذا التأليف المعاصر ونحن نشهد نحضة في هذه الأمة هذا يعني أفواً دكتور يعني فيما يتعلق أنت ربما أوضحت بعض الشيء الفوارق بين السيرة والسنة والحديث وقلت أن السيرة هي الأشمل وهي تضم الحديث والسنة النبوية لكن هنا كنت أريد أن أسألك قياساً لموقع السيرة في البناء الإسلامي وهذا الحيز الذي تشغله أهميتها في حياة المسلمين إلى أي مدى تلحظ هناك مواكبة عصرية للسيرة النبوية تأليفاً ثم بعد ذلك تعليماً في حياة المسلمين ما مدى هذا الحضور على أقلام المسلمين اليوم مواكبة عصرية للسيرة وتعليماً لها إذا أخذت معي رحلة السيرة النبوية بدأت السيرة عندنا كرواية ثم جمع الروايات ثم توثيقها ثم تدوينها ثم وصلنا إلى مرحلة التأليف لكن في مرحلة التأليف ومن قرن الثاني الهجري والثالث وإلى عصرنا هذا نحن سجننا السيرة في المغازي فترى كل أو جل جل المؤلفات الإسلامية تكرار وهي باب من أبواب المغازي افتح معي ابن هشام إلى التأليفات قبل العصر الحاضر ترى وحتى حضر مؤظم ما ألفناه حديثاً ترى أن فهرسة الكتب واحدة هي الرسول صلى الله عليه وسلم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم تكاد تكون منعدمة في صفحتين أو ثلاث ثم تأتي معي حياة الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم يوتيوب مرحلة يوتيوب مرحلة يوتيوب وشعب كذا إلى أن تصل إلى الوحي فهذه الفترة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين سنة لم نهتم به لماذا لم نهتم به ظنيناه أنه لم يكن مشرعاً لكن نسينا أنه صنع على عين الله صنع ليكون رسولاً استفاه الله أزوجه فهذا البناء الأرضية هذه الأرضية كانت مهمة جداً واختفى من دراساتها ثم جئنا ودرسنا العهد المكي ومرين عليها مروراً كراماً لأن ليس فيها ما يستوعي فيها بطولات وشجاعة وما يستحويه العقل الإسلامي الناضج الذي يبحث عن بطولات لكن معذرة دكتور ربما هذا في كتاب السيرة النبوية كاملاً ربما يكون كلامك دقيقاً لكن ثمت مؤلفات خاصة المرحلة المكية ثمت مؤلفات تحدثت عن العقائد التي نزلت في القرآن في المرحلة المكية ثمت التفصيلات في هذا السيرة التفصيلات جاءت فيما بعد ثم جئنا إلى مرحلة المدنية ونفس الطريقة بدأنا من غزوة بدر ثم جئنا غزوة أحد يعني هي معالم في السيرة ولما نتحدث في الفهرس أنا أقصد في فهرس غزوة بدر غزوة أحد ما بين بدر وأحد لمها سريعاً لنصل إلى المرحلة الثانية كأننا نبحث عن بطولات أين الخلل؟ أين المشكلة؟ المشكلة أننا نسينا السيرة واختزلناه في المغازي لأن أصل كتابة السيرة بدأت بالمغازي إلى هذه الحركة ستراها إلى أن فقدت الأمة أنصر السيادة في قرنين الماضية مع سقوط الخلافة وضعف في العالم الإسلامي فجأة وجد العقل المسلم أنه ما فيه هناك السيادة ما فيه من يرمزه في هذه الفترة عشنا فترة تكرار الماضي اشترار السيرة بنفس النمط الماضي في منتصف القرن الماضي نحن بدأنا نبحث أن بناء الأمة أن عودة المجد فنحن من منتصف القرن الماضي نشهد نحظة في هذه الأمة أريد أن أبقى معك في هذه النقطة لو أذنت لدكتور نور لأهمية ما تقوله يعني أين النقص في السيرة؟ أنت قلت أن المسلمين والكتاب وكتاب السيرة ركزوا على قضية المغازي ما النقص الذي يعني مثلاً الوجه الاجتماعي مثلاً لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه الاقتصادي ما هو النقص؟ السيرة ما هي؟ ما هي؟ السيرة بناء أمة بناء حضارة هذا كلام مجمل هذا كلام مجمل تحديداً الآن ونحن من منتصف القرن الماضي نعيش رؤية جديدة لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأنا نبحث عن مشاكلنا وأن ما ينقصنا في بناء الأمة في السيرة النبوية فظهرت عندنا كتابات تدرس السيرة من منظار آخر هناك من يبحث عن فقه الحركة في السيرة فقه التنظيم لأننا بدأنا نشكل كيانات في الأمة فبدأنا بعض مننا أراد توظيف أو يبحث أن أدلة لما يفعله هو طيب فيستفيد من السيرة كتوظيف أو استفادة وظيفية ليبرهن شرعية ما يقوم به لكن بعض مننا بدأ يبحث هذا لا يخدم السيرة ربما هذا لا يخدمني أنا الذي أبحث عن دليل أو توجيه برهنة ما أقوم به لكن يفتح أمامي أفق للرؤية السيرة أو أفتح أمام غيري أفق للرؤية السيرة من منظار آخر فبدأنا ندرس فقه السيرة الحركي بدأنا ندرس نبحث حتى في حل مشاكلنا الفقهية وحتى في التناطح الفقهي مع الآخر ندرس فقه السيرة فقه بمعنى الفقه يعني أفهم منك دكتور أن هناك محاولات للي عنق السيرة من أجل خدمة أغراضنا مثلا الحركية أو الحزبية كانت هذه عند البعض لكن ما أن هذا خلل لكنها فتحت أمام الآخرين أفق جديدة أننا ممكن أن ندرس السيرة أو نخوض في غمار السيرة من منطلق آخر أننا نبحث عن ما نحتاجه في السيرة وهذا الذي وصلنا الآن نحن الآن لو جمعنا فقط ما كتبناه خلال خمسين عام من أمر أمتنا المعاصرة ما ألفناه تفوق ما ألفته الأجيال الأمة كلها من أهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن إذا نحن نشهد وعيا جماهيريا جيدا وخاصة أننا بدأنا نميز السيرة ونخرجه من المغازي ومن كتب السنة يعني ألحظ أنك تختلف مع من ذهب إلى القول بأن هناك يعني السيرة النبوية ليست مخدومة في الوقت الراهن من حيث طرائق التأليف تختلف مع هذا الكلام؟ تماما لا توفق على هذا الكلام أبدا نحن الآن بدأنا نخدم السيرة بل الآن بدأنا نفهم السيرة معالم هذا الفهم؟ معالم هذا الفهم نحن أصلا سيرة عندنا كان جزء من التاريخ ومن العجيب لعل المجاهد لم يلحظه عندنا تذهب إلى الجامعات الإسلامية ترى كليات ما هب ودب العقيدة لها كلية والفقه لها كلية واللغة العربية بمفرداتها لها كلية لكن السيرة ليس لها كلية إذا بحثت أن السيرة تبحثه في قسم التاريخ والسيرة يعني ما زالت عقلية الأكاديمية في عالمنا الإسلامي لم يستوعب أن السيرة علم وليس تاريخا بل كل العلوم تبقى ناقصة ما لم تدخل في حيز السيرة الآن انظر إلى الوضع الذي عشته أمتنا قبل خلال خمسين سنة الماضية رؤى مختلفة من الإسلام تصورات عجيبة من الإسلام وهذا كلها أمر طبيعي جدا لماذا؟ لأن كل واحد فهم الإسلام من زاويته الذي فهم الإسلام من زاوية السنة أو الحديث كلية الحديث يختفي عنده معالم بناء أمة ويختزل الإسلام عنده في مجموعة من العبادات فلا تستغرب ولا تظن أن هذا فيلم سينمائي عندما يأتيك أحد وشيخ الإسلام ويعرف والدكتور الفلاني وكذا ويتحدث عن فصل الدين عن الدولة يحق له ذلك لماذا؟ لأنه فهم الإسلام من زاوية السنة فقط من زاوية الحديث فالإسلام عنده عبارة أن كطعة سجادة يقوم به صلاة يؤدي عباداته وهذا بس لكن لو أذنت لي دكتور هذه النقطة تحتاج إلى بيان لا أعرف أحدا من أهل الحديث يقول بفصل الدين عن الدولة واقتصاره على العبادات إلا من كان يدور في فلك السلطة وليس لأنه من أهل الحديث وإنما لأنه من أهل السلطة صحيح لكن أهل السلطة احتاجوا إلى من؟ إلى هذا الذي ينظر إلى العالم إلى الإسلام بهذه الزاوية وترى أن الذي يقول هذا الكلام يقوله إيمانا واعتقادا ليس أنه فقد ليواري السلطة هناك من يقوله وهو ليس من أهل السلطة ولا يستفيد ليس إلى مائدة السلطان إذن هذا كله ليش؟ هذه الرؤية رؤية الحديثي هناك من يأتي النزع التكفيرية في الأمة النزع التكفيرية نتاج الدراسة العقدية للأمة رؤية الإسلام من زاوية العقيدة فقط فقط طيب وترى هناك أناس آخرين كل يجري ليش؟ لأن المنطلق الذي ينطلق منه الكلية التي تقرج منها هي زاوية أو منظار معين لرؤية الإسلام ثمت من يقول لك دكتور معذرة أنا أريد أن أتبنى وجهة نظر الغائب دائماً في كل الطروحات التي تطرحها وأي ضيف يحضر هنا هذه القناة إلى هذا الكرسي ثمت من يقول لك الآن الأمة تكاد تكون ضيعة العقيدة لذلك نحن ندرس العقيدة ونحدد مقاربتنا من الأمة على أساس العقيدة التي هي الأس الأساس العقيدة جزء من هوية الأمة التوحيد أليس هو أصل الإسلام؟ التوحيد أصل لكن التكفير ليس أصل التوحيد ليس تكفيراً غياب الآخر ليس أين الخلال؟ الخلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تدرس العقيدة في ضوء السنة في ضوء السيرة تدرسها وأنت تبحث عن نجاة البشرية مهم أنت تبحثها وارترى الرسول صلى الله عليه وسلم يهب ويتنزل دموعه لماذا؟ يا رسول الله هذه جنازة يهودي كافر يقول نفس أفلتت مني إلى النار فرق بين ذلك الأعرابي الذي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل فيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم أرضيت أنّا؟ لا والله ما رضيت عنكم ولا أحسنتم إلي فيهب الصحابة إلى هذا الرجل الذي يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه حتى يرضى ثم يقول أراضي يقول لعنه جنب الخلق فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل هذا العرابي مثل رجل له ناقة شردت لو استمعت إليكم الذي تجرون وراء ناقتي دعوني وراء قتي أنتم الصحابة لو جريتم وراء الناقة الناقة انفلتت أكثر وشردت لكن عندما أقول لكم دعوني وناقتي فسأتي به هذا العقيدة في ضوء السيرة لكن العقيدة في ضوء دراساتنا نحن العقيدة هذا مشرك كافر إلى النار فليذهب إلى النار طيب ونحن دائما نحاول أن نغوص أكثر في موضوع السيرة إلى أي مدى يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل إلى أي مدى ترى أن السيرة النبوية تلقي بظلها على واقع المسلمين وحياتهم اليوم ما مدى حضور هذه السيرة في واقع المسلمين وحياتهم اليوم السيرة بدأت تدخل واقعنا باستحياء ما دخلت بعد لأن الله عز وجل قال وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ نحن الآن نعيش فترة نخضى في الأمة فترة وعي وثورة إذن نحن بحاجة إلى استدعاء السيرة وبدأت السيرة تدخل حياتنا بشكل جيد يعني هذا القياسا بالماضي كيف يدخل بشكل جيد؟ الآن بدأت أن تترى الرموز في الأمة الإسلامية في كل التخصصات بدأوا يستقون من السيرة عالم النفس يرجع إلى السيرة عالم الاجتماع يرجع إلى السيرة المربي عالم التربية يرجع إلى السيرة كل الناس بدأوا يبحثون أن الهوية المفقودة بين كتب الصفراء ولا يجدونها إلا في أن يعودوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يرفق الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن الآن في وضع قياسا بالضياء الأوتيه الذي كنا فيه نحن في وضع ممتاز بدأنا نعود إلى رشدنا ونحضر السيرة في واقعنا كلما أحضرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعنا المعاصر نجحنا في رؤية المسيرة وانطلقنا بطريقة صحة يعني أنت ترى دكتور نور أن من المبشرات أن السيرة بتكاملها وصورها جميعا تحضر أكثر فأكثر في حياة المسلمين في مجال علم النفس في مجال علم الاجتماع في مجال الحروب في مجال الأخلاق في مجال الاجتماعي أليس كذلك؟ أماما لأن أصلا فهدت في مجال الحروب نحن عندنا فن الآن ندرس فن التفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كنا نتصور الرسول متى التفاوض لما كان ضعيفا أو لما كان قويا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيفا في مكة لا يملك شيء لا يتفاوض لأن التفاوض معناه ذهاب الهوية والله يعمل وضع الشمس في يمين والقمر في يسار والله لن نعبد إلهكم قل يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدون هذا في مكة لكنه في المدينة يملك دولة ويملك سلطانا ويملك سيادة وجيشا مستعد أن يتنازل أن ثلث ثمار المدينة مستعد أن يجلس مع اليهود ومع المشركين ويتفاوض مع القريش ومع الجميع كل الحروب التي يخوضها الهدف منها استقرار السيادة وإجبار قريش على الجلوس على طاولة المفاوضات تعبيد الناس لله والهدف منها تعبيد الناس لله الهدف منها لا الهدف منها ترك الأمور على حريتها ولا سجيتها لا تمنعني دعوني والناس أليست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور حول فلك الدعوة إلى الله والدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى صحيح لكن هذا في ذلال احترام حرية الآخر لا إكراها في الدين صحيح فيا قريش أنا كل ما أريده منكم نجلس على طاولة المفاوضات ولكم حدودكم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إنما أخرج كان مستعد أن يجلس معهم دعوني وحرئ والناس خلوا بيني وبين الناس إذا آمن الناس فآمنوا إذا كفروا فهم أحرار لكن كان هناك إيش قطرة القريش ودكتاتورية الواقع فكان لابد من كسر هذه الدكتاتورية وهذه الغطرسة لفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله يعني سنذهب إلى فاصل بعد الفاصل نناقش من الذي ينبغي على المسلم أن يتعامل مع السيرة من خلاله وقف قصير ومن ثم لنعود لمتابعة الحديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن السيرة النبوية وواقع المسلمين المعاصر وحديثنا اليوم مع الدكتور نور محمد أمراء الباحث الإسلامي أهلا وسهلا بكم أهلا دكتور حقيقة السيرة النبوية حظيت باهتمام كثير جدا عدد كبير جدا من المفكرين والمستشرقين الغربيين وحتى من المفكرين والفلاسفة في الشرق هل من تفسير للحديث عن الدلالة العملية لهذا الاهتمام بسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم المفكرين دعنا عن المستشرقين والمستغربين المستشرق يبحث عن طرق نفوذ في المستعمرات لكن المفكرين سواء كانوا شرقيين أو غربيين فلاسفة فلاسفة دائما يبحثون عن الإنسان الناجح والرسول صلى الله عليه وسلم في نجاحه مؤجزة تنظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة العملية التي هي ذات سيادة والرسول في المدينة المنورة يتجاوز هذه الفترة سبعة أو ثمانية سنوات في سبعة أو ثمانية سنوات يعني يوم أن قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الحديد بالحديد من يوم من السنة الثانية من الهجرة يعني غزوة بدر إلى غزوة حني الرسول صلى الله عليه وسلم كسب معارك سبعة وعشرين معركة شيء إعجازي أشرين معركة من غير حروب ولا قطرة دم هي كلها خطط عسكرية ينصحب فيها العدو ويهرب أو يباغت سبعة معارك يحدث فيها حروب يعني تصور معي الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكل العالم المحيط به يحاربه ثم سبعة حروب في أربعة منها الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب فقط وكل القتل لا تتجاوز ثلاثمائة وثمانين واحد من الفريقين يعني إنسان ناجح بكل المعايير لكن نجاحا عجازيا هذا الذي دفع الفلاسفة والمفاكرين الغربيين والشرقيين نهتم بالسير كل حاقلي يحبو نحو الرسول صلى الله عليه وسلم ويسعى إليه لا تجد الحرب الآن على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ماذا يدلك على حجم حضور أو خوف من حضور الرسول صلى الله عليه وسلم في واقع في واقع العالمي وليس واقع الإسلامي فحس هذا الذي كنت أريد أن أسألك الآن عنه أي رصيد إنساني تقدمه سيرته صلى الله عليه وسلم لا أقول في حياة المسلمين وإنما في واقع البشرية ما الرصيد الإنساني الذي يمكن أن نتحدث عنه في هذا السياق في عالمنا الإسلامي نحن نخطو خطوات جيدة نحو استدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا ومن الجميل الذي لا يعرفه كثيرون حتى في الأدب الأردي وفي الثقافة الأردية الهندية الباكستانية الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى الحضور وأنت أستاذ في الجامعة الإسلامية في إسلام آباد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى الحضور يعني ينبغي إحضار الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتك هذا مبحث جميل يعني بأخلاقه وآثاره وآخواله لأن اللغات أسلمت قبل الشعوب اللغة الأردية لغة أسلمت قبل شعب بالمناسبة اللغة الأردية هي الثانية أكثر لغة بعض العربية تأليفا في السيرة النبوية اللغة الأردية أولى اللغات عالميا تأليفا في مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل ما كتبه البشرية بكل لغاتها لا تساوي عشر معشار ما كتبته اللغة الأردية في المدائح لكن سؤالي حتى لا يدركنا الوقت معذرة دكتور نور في الإنسانية الآن في هذه الإنسانية المادية المصرفة في المادية التي تعيش حالة من التوحش البشري ماذا يمكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم من حضور وأثر في هذه البشرية في الواقع الإنساني برمته ما هي ما أزق البشرية كل مشاكل البشرية احتوتها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أرضا بكرا اقتصاد منهار سياسة وحشية حياة الوحوش الاجتماع ما فيه هناك معالم لحقوق الإنسان ولا للبشر ولا للحجر ولا لأي شيء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع البشرية على المهجة البيضاء ليلها كنهارها في كل مناحي الحياة تصور البشرية وصلت إلى قرن واحد وعشرين والعالم كله يتحدث عن الحريات الحريات التي ضمنها الرسول صلى الله عليه وسلم في دولة المدينة لغير المسلمين أكبر وعألة مما يتحدث بها هؤلاء لكن حريات في إطار الإسلام لا في إطار أديانهم الآن المسلم في أوروبا ما حريته حريته يعني أقصى ما وصل الأوروبي أن يتركك أنت تذهب إلى مسجدك وتصلي صلاتك لكن لا تحكم بدينك تحكم بشرعتهم كان الناس في المدينة المنورة في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي دولة الإسلام في كل الأزمان كانوا يحكمون بشرائعهم يتحاكمونهم إلى شرائعهم نعم يتحاكمونهم وحتى دولة الإسلام يحاكمهم بشرائعهم لو أن اليهود ارتضوا أن يحاكموا بشريعة الإسلام لكانوا اليوم في المدينة لكنهم لم يرتضوا حكم الإسلام وارتضوا أو قبلوا حسب الوثيقة المدينة أن يحاكموا بشرعتهم وكان من شرعتهم الطرد عندما يخونون الطرد من الأرض ولم يكن من شرعة الإسلام الاستجلاب فهؤلاء انظر مدى حرية التي وفرها الرسول صلى الله عليه وسلم للأديان لكن فيما يتعلق بالأخلاق العامة والمظاهر العامة هي دائما في إطار الإسلام كانت تدور في إطار الإسلام وليس في إطار الشراء الصغيرة التي هي دون الإسلام هم في مجتمعاتهم كانوا كما هم في قلاعهم كانوا كما هم مدارسهم مراكزهم عباداتهم كل شيء لكن هناك سمة آمة للمجتمع هذا يحدده لون المجتمع العام حقيقة دكتور نور سؤال المحور في هذا المحور هو الأساسي في هذا المحور هو هذه السيرة بمن طوط عليه من ثراء تشريعي وأخلاقي وإنساني وفكري كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل معها سواء كان هذا المسلم مثقفا أو عاميا أستاذا جامعيا إعلاميا مهندسا بائع خضار عامل مطعم كيف ينبغي أن يتعامل مع السيرة النبوية بمن طوط عليه من شمولية في البعد الاجتماعي النفسي الفكري الحضاري الأخلاقي الاقتصادي نحن يختفي عندنا أخضار الرسول واستدعاه في حياتنا إذا استدعينا الرسول صلى الله عليه وسلم أحببناه يعني مشكلتين نحن نعيشها الآن ولن ينبغي أن نركز عليها معرفة الله ومعرفة رسوله إذا عرفنا الله أز وجل وعرفنا أسماءه وصفاته أحببناه وإذا أرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدرنا وعتزنا به وهذا أولى خطوات الحب وإذا أحببناه بصدق استدعيناه في كل حياتنا وأنت ترى برمجة الرسول صلى الله عليه وسلم لحياة المسلم كلها من يوم يبدأ نهاره إلى أن يعود إلى فراشه كله مبرمج بالأدعية والأذكار وكذا كلها أهداف هذه الأذكار إيش؟ أهدافها كلها استدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته المسلم لابد يستدعي الرسول وهو في أي أن كان طيب عامل المطعم أو بائع الخضار أو المنظف الصغير كيف يستدعي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المجتمع السيرة هل من وسائل وآليات تعينه على هذا الاستدعاء؟ هو قراءة السيرة والفهم السيرة الآن عندنا آليات لإيصال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس بكل ما أوتينا من التكنولوجيا الحديثة من الفيلم والإذعاءات والإعلام والسوشال ميديا وغيرها لا بد من استدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيل لا بد أن نخطط لإيصال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل شرائح المجتمع هذا الشمولية الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تلاحظه من أول خطوة من إقرأ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إقرأ فيتبعه امرأة ثم رجل ثم ولد ثم غلام ثم يعني كل الشرائح الرسول صلى الله عليه وسلم يستحويهم ولا بد الآن من تقليل لفتة مهمة لفتة مهمة كل الشرائح كل الشرائح المجتمع كل ما نحن الآن من أسباب فشلنا نحن في الحركات الإسلامية ونحضة الإسلامية لأننا أصبحنا نخباويين هناك جماعات إسلامية وحركات إسلامية لا ترى فيها غير النخب من الرجال أو نخب من الرجال والنساء لكن أين بقية شرائح المجتمع وهذا من أسباب فشلنا في الثورات الإسلامية لأن الثورة يصنعها الجماهير تصنعها الجماهير والجماهير غائبة في خطابنا غائبة في وجودنا بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم معه النخب معه الجماهير من الذي هاجر من المدينة؟ الجماهير من مكة إلى المدينة الجمهور جمهور فيهم النساء وفيهم الصغار وفيهم الكبار وفيهم كذا هناك نخب وهناك جمهور وبينهما تمازج قول أنت دعوت المسلمين تبارك متخصصا في السيرة وباحثا إسلاميا تحديدا في مسألة السيرة النبوية إلى أن يواصلوا قراءة السيرة النبوية لاستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله وأحواله وتقريراته في حياتهم اليوم لكن هل يمكن للمسلم أن يفهم السيرة بمعزل عن فهم القرآن؟ السيرة والقرآن صنوان صنوان يتكاملان لما أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين القرآن والسنة السنة هنا بمعنى السيرة السيرة والقرآن لا تفهمه إلا في إطار السيرة بعد هذا أقول أن كل علوم الإسلام كل علوم الإسلامية من شؤها السيرة وفهمها من منظور السيرة حركة السيرة عبارة عن حركة الواحي في المجتمع أنت وتقرأ السيرة ترى القرآن يتحرك أمامك وتقرأ السيرة تفهم من خلاله أفقهك وعقيدتك وتعرف هويتك وتعتز بدينك هذه مرحلة لا بد أن نصل إليها مرحلة الاعتزاز ومرحلة التقدير لن تشعر بالسعادة إلا عندما تحصل على شيء ذا قيمة كبيرة عندما تحصل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تشعر حجم الرسول وأنك تملك أكبر رصيد ما يملكه غيرك من البشر عند ذلك تشعر وتعرف أنك اخترت لأستاذية العالم كونك مسلم في هذا السياق هل تنصح السادة المشاهدين على مختلف شرائهم بكتب معينة بعناوين معينة ينبغي لهم قراءتها تحصيلا للمنفع الموجودة في السيرة النبوية كتب تحتوي يعني تحوي أبعادا عدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك شرائح المجتمع مختلفة وهناك ناس متخصصين في كل مجال أو يهون هوايات مختلفة الآن لابد كل واحد من منطلق هوايته وأرضية ما يحلم فيه يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهمه الآن عالم الاجتماع لا يفهمه الفقيه في السيرة ما يستنتجه عالم علم النفس أو السياسي أنا أتمنى أن يكتب اليوم يعني تصور معي كتب فقهاؤنا في السيرة كتب المحدثون في السيرة لكن أين القيادات الذين يسعون إلى بناء الأمة من كتابة السيرة لهم قراءة خاصة لسيرة هناك الكاتب الباكستاني وهو من بلادكم محمد حميد الله رحمه الله كتب كتاب الوثائق السياسية في عهد النبوة فهذا ربما يعني يؤسس لمبدأ قيادي أليس كذلك؟ محمد حميد الله محقق وما قام به هو إحياء الوثائف السياسية وجمعها في رسالة الدكتوراه له في باريس لكن مثلاً لما أنت وأنت عسكري لا تقرأ السيرة سيرة الفقيه أو سيرة المحدث أنت تحتاج أن تقرأ سيرة محمود شيخ خطاب محمود شيخ خطاب الأراقي الرجل العسكري تحتاج أن سيرة طبعاً السيرة يشمل الفتوحات الإسلامية في عهد الراشدين وحياة الصحابة حياة الصحابة جزء من السيرة وليس جزء من السنة فحياة الصحابة تقرأ لذلك العالم الباكستاني الشهير الذي كتب كتاب سيف الله يتحدث عن كان دهلوي؟ لا معاسر عسكري جمرال باكستاني كتب عن خالد بن الوليد وذهب إلى كل الأراضي التي قاتل فيها خالد قبل الإسلام وبعد الإسلام خالد هو الجمرال الوحيد في تاريخ البشري الذي لم يحزم أبداً ربما في البعد الاجتماعي المسلمون يحتاجون إلى فهم السيرة في البعد الاجتماعي بسبب بعض الإشكالات الاجتماعية في واقع المسلمين الآن وأنت ترى رموز الأمة الآن الذين برزوا في تربية الأطفال في قضايا الأسرة في القضايا الاجتماعية في قضايا التربوية بشتى أنواعها ترى أن كلهم يرجعون إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فالكتابات المعاصرة في السيرة أهم من الكتابات القديمة وللشاب المعاصر والمجتمع الإسلامي المعاصر فكل يرجع إلى ما كتب في السيرة من هذا المنظار الذي هو يستحويه لكن أنت عدتنا إلى نقطة البداية أنت انتقدت في البداية المسلمين على أن أهل العقيدة مثلاً اهتموا بجانب وأهل الحديث اهتموا بجانب والآن أنت تدعو المسلمين إلى كل واحد أن يقرأ السيرة من جانب الذي يهتم به لا ينبغي أن يكون أن تقرأ السيرة بشكل شمولي حتى يتضلع بها المسلم وتنسحب على كافة شؤون حياته جميعها السيرة غير العلوم العلوم التي تحدثنا عنها هي تعطيك منظار واحد إلى رؤية الإسلام لكن السيرة تعطيك منظار شمولي أنت تقرأ وأنت تقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالي هذا من الواجبات أن نقرأ أقل شيء أي كتاب في السيرة يعني ماذا لو أن أحدنا قرأ كتاب السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو المختصر الصغير المبارك فوري وغيرها رحيك المختول فهذه دراسات في السيرة ابتدائية ينبغي لكل مسلم أن يعرف رسوله لكن بعد هذا رؤيتنا للمجتمع يعني كل واحد مننا على ثغرة من ثغور الإسلام فبما أنك حتى ولو كنت خبازا حتى ولو كنت خياطا حتى ولو كنت أيا كان فأنت مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل لنا هذا المعنى الرسول أب الرسول قائد عسكري الرسول قاضي الرسول واحد من المواطنين في المجتمع هو صاحب وصديق لكن مع هذا كله هو أب رسول هو عسكري نبي هو صاحب رسول النبوة حاضرة فنحن في حياتنا نفس الشيء أنا خباز مسلم الهوية لا بد أن يكون عنوان الهوية بارز عليك كل من رأك في أعمالك وأنت ساعاتي تصلح الساعات وأنت طبيب وأنت مهندس كل من رأك يقول من هذا من الذي هذب هذا الإنسان واجعله شامة بين البشرية طيب دكتور حقيقة واقع المسلمين يعني هنا على هذا الكرسي جلس كثير من المفكرين والعلماء والدعاة ويعني تحدثوا عن أن واقع المسلمين ربما لا يسر حبيبا هناك نوع من الوهن هناك نوع من الضعف هناك نوع من التشرذم والتشتت كيف يمكن لهذه السيرة الكريمة الهائلة الزاخرة بالقيم والأخلاق والمعاني يمكن أن يفيد منها المسلمون في تقويم واقعهم وتحويله إلى واقع قوة بدلا من واقع ضعف ووهن الآلية الكيفية أولا من جلس على هذا الكرسي رحمهم الله والذي جلس هنا لم يترجم واقع المسلم ترجم واقعه هو إذا كان يشعر بالضعف والوهن نقله وهذا عن إعكاس مرض نفسي ليس الواقع المسلمين هذا نحن نعيش اليوم أفضل فترات أمتنا من بعد عهد الراشدين إلى اليوم نحن نعيش نهضة في الوعي الإسلامي الكبير ثورة جماهيرية لم نعيش طول حياتنا أين وجدت في تاريخ أمتنا ثورات مثل هذه الثورات يتحدث فيها الجماهير من غير السلاح طيب كيف يمكن أن تعزز هذه الثورة وهذه القوة التي اسمها تأثيراً نبوية الآن وهذه الثورات هي التي استدعى وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعنا نحن الآن نمشي إلى مراحل متقدمة نتقدم إلى الأمان باستدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسان المسلم هو تربية إيش؟ تربية الاعتزاز تربية بناء شخصية نحن الآن في بناء تربية أولادنا نهتم بماذا؟ نهتم بالشهادة الجيدة والجامعة الجيدة كذا يعني نهتم بما اهتمت به أم رستم لما ربا رستم رستم لما وقف وهو قائد أركان الجيش قائد الحرب الفارسي نعم إنسان ناجح بمعائير المجتمع الجاهلي يحمل أعلى شهادة عسكرية ووصل إلى أعلى الرتب وأحسن الراتب وكذا يقف أمامه من؟ يقف أمامه من رباه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يربيه ليكون مثل الفارس والروم لم يربيه ليكون مثل الغساسن والمناذرة يعني لو تربية الرسول يا أهل المدينة دعونا نجتهد لنكون مثل الفارس والروم كنا نصل أقصى ما وصلنا أن نكون مناذرة وغساسن لكن نصل أعطيت مفاتيح الفارس استقلالية استقلالية وبناء شخصية جديدة الآن يأتي ربعي ابن مآمر الذي كل ملابسه لا يساوي دولارا واحدا مرقعة كان الثياب مرقعة مأزر مأزر رضي الله عنه السيف مربوط بحبل وكذا يقف إلى الرستم ويقول جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ويعطيه خيارات محدودة هذا هو معناه التعايش مع السيرة بناع شخصية تعتز بنفسها وتشعر بالمسؤولية تجاه البشرية عند ذلك لا نخاف أن نرسل أولادنا للدراسة في الغرب والشرق وكذا ويرجعوا إلينا ملحقين لماذا يرجعون؟ أدركنا الوقت أرجو المعذرة جدا دكتور نور على جلالة ما تقوله وتتفضل به هذه السيرة النبوية كيف يمكن ربط أطفال المسلمين وصوف شخصيتهم ربطا بالسيرة النبوية؟ كل علوم تربية الأطفال أختصرها لك في جملة يقولها أنس بن مالك يقول أنس بن مالك خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات خدم الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمره دخل في حياة الرسول وهو عمره سبع سنوات إلى سبعة عشر سنة يعني قضى فترة التفولة والمراهقة وبداية الشباب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت ولشيء لم أفعله لم تفعله يعني ما فيه لوم ما فيه نقد ما فيه صراخ ما فيه شتائم ما فيه كذا فأنت لما تستحضن وتستدعي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بروح القدوة التي فيك إلى أسرتك تجعل أهلك وأسرتك والناشئة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحبوه أجلوه وإذا أجلوه اتبعوه واتخذوه قدوة وسلكوا الطريق سليما أشكرك شكرا جزيلا على ما أفضت به دكتور حقيقة كلام طيب بارك الله فيك وشكرا على حضورك وعلى مشاركتك ومشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريم الدكتور نور محمد أمراء الباحث الإسلامي شكر الله لكم حسنا المتابعة دمتم في حراسة الله السلام عليكم ورحمة الله